موسيقى موسيقى مرحمة الله عاملين ايه برايم برب 2 ان شاء الله تكونوا بالف خير النهاردة لسون جديد في الساينس يونة 2 لسون 2 طبعا معظمه ملغي ولكن فيه بجزء منه المفروض ان احنا نكون عارفينه اللي هو اولا تعريف اللايت يعني ايه لايت زي معرفنا الساوند وقلنا ان هو اكسترنال فاكتور reach to ear causing hearing فالنهاردة هنعرف برضو اللايت ونقول نفس الكلام تعريف طبعا معنا هو اكسترنال فاكتور effect on eyes causing sense of vision يعني بيأثر على العين وبيسبب حسة الرؤية طيب لما نيجي نتكلم على speed of light وspeed of light طبعا قبل speed of light معلش شي المفروض ان احنا عارفين من unit 1 ان light electromagnetic transverse electromagnetic wave لانه طبعا don't need media to transfer and transfer throw vacuum يعني مش محتاج وسط يشيله وبيقدر انه ينتشر فيه الفراغ transverse because medium particle vibrate perpendicularly indirect of or direction of wave propagation يعني بينتشر فيه خطوط اللي هي perpendicular يعني عمودي على انتشار الموجة velocity light in vacuum او space طبعا سبتة هي 300,000 km per second او 3 by 100 by 10 power 8 وده طبعا لازم نبقى حفظينه لانه احنا بنشتغل بيه بعد كده speed of light constant هي 3 by 10 power 8 meter per second او 300,000 km per second speed of light is a distance covered by light in one e in one second speed of light هي distance over time زيها زي اي رول اللي speed بالزبط الجزء بقى اللي المفروض انه هو مقرر علينا هو الجزء بتاع elfeasible light زي مودانا بتسمع اصوات معينة اللي هما ال 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 الاصوات اللي احنا بنقدر نسمعها اللي هو السمع الرجج الرينج بتاع السمع بتاعنا برضو عندي هنا رينج لي الرؤية اللي هو elfeasible light elfeasible light بتاعي هو one of component electromagnetic spectrum الwavelength بتاعته between 380 to 700 nanometer يبقى الرؤية بتاعتنا هي elfeasible light هي المكان ده اللي موجود هنا اللي هو elfeasible light اللي هنا اللي بين الانفرال red وال ultraviolet فهو between 380 to 700 nanometer وناخد بلنا طبعا لان الحاجات دي مهمة جدا ده الwavelength يبقى احنا ما بنقدرش نشوف غير في البارت ده من 380 ل700 ده الfeasible light بتاعي طيب لما نيجي نعمل analysis للlight ودخد نقبل كده بيعرفين ان الwhite light consist of or splitting into الwhite light into 7 spectrum color اسمهم ال spectrum color اللي هي ال الوان الطيف بتاعتنا يعني او الضوء اللي هو السبعة الوان بتاعت اللي هما المفروض ال red orange yellow green red indigio violet دول هما الالوان اللي هما 7 spectrum color طيب لما بنجي نقسمهم طبعا دي حتة مهمة جدا لازم نبقى عارفين ان اللي فوق ده اللي هو ال red هو lowest division تمام هو lowest frequency وفي نفس الوقت هو longest wavelength يبقى red يبقى معنى كده ان انا وانا نزلة كده الfrequency بتاعتي increase وعكسها الwavelance والwavelance اللي هو اللندة تمام decrease لان دي مهمة جدا جدا لازم احفظ الالوان بالترتيب وعرف ان الfrequency increase والwavelance بتاعي decrease يبقى frequency increase wavelength decrease يبقى اعلى wavelength عندي هو red واقل frequency برضو هو red لانهم in opposite relation او inverse relation تمام كده لما ننزل نوصل لحد violet والviolet هو highest frequency shortest wavelength highest frequency shortest wavelength هنا ممكن يجيلك سؤال في الامتحان ويجيب لك حاجة مش لازم red والviolet ممكن يجيلك مثلا يقول من فيهم اعلى frequency ومن فيهم اعلى wavelength لذلك لازم نحفظ بالترتيب وانا نزل تحت frequency increase wavelength decrease frequency increase wavelength decrease لازم نبقى عارفين الجزء ده برضو من الاجزاء اللي انا المفروض اكون عارفها في البرط ده يعتبر ده اخر جزء هي energy of light لما منيجي نتكلم على energy of light فمنفتكر طبعا او منتكلم على العالم ماكس بلانك اللي هو اكتشف ان energy light composed of quanta والقوانتا دي اسمها photon او الفوتونات اللي هو photons of light يعني ان light بتاعي عبارة عن photons ومضات تمام كده فقال لي ان ولذلك سموا energy بتاعة light بالphoton اللي هو photon energy تمام كده فenergy photon بنرمز لها بال e capital directly proportional مع frequency ودي مهمة جدا بقى لانه ممكن يجي في الامتحان تمام ويسألني يقول لي مين الفوتونز بتاعته اعلى الرد ولا الفيلوت طب ما هو قال لي اصلا ان كل ما الفريقونز بتزيد كل ما energy of photon بتزيد طيب ما هي الفريقونز بتزيد وانا نزل تحت يبقى معنى كده ان اعلى frequency هو highest photon دي مهمة جدا الجزئية دي تمام كده ومعنى كده ان الرد هو lowest photon يعني اقل طاقة يبقى ناخد بالنا ونربط الدنيا ببعضه يبقى معنى كده ان انا الفريقونز بتزيد يبقى photon energy او الفوتون بتاعتي طاقة ضوئية بتاعتي بتاعت الفوتون بتزيد وبالتالي اذا كان الviolet هو highest frequency يبقى هو highest photon energy واذا كان الred هو lowest frequency يبقى هو lowest photon energy تيجي تقول لنفسك انا شوفتها فين دي مكادش موجودة على الرسمة لا ما هو قالها بعد كده خلاص كده يبقى ناخد بالنا من الحتة دي كويس يبقى انا كviolet highest frequency shortest wavelength highest photon طب مين highest photon ال yellow ولا green لا green ان ال green وانا نزلة بنزيد يبقى ال green اعلى photon وال yellow اقل photon ناخد بالنا من الجزئية دي طبعا لان طبعا بما انه لغى يبقى قال لي ان photon energy direct proportional مع frequency زي ما قلنا معنى كده ان photon energy هي الكون instant فوق by photon frequency وسمينا الكون constant دو blank constant اللي هو السابت blank طبعا على اسم العالم اللي قال ان light energy عبارة عن photon فإذا طبعا دي ممكن تجينا في الامتحان كسؤال photon energy هي blank connistant multiply photon frequency طيب بما ان طبعا الجزء مفيش تاني علينا اي حاجة من الجزء ده فندمج بقى الدرسين مع بعض اللي هو الدرس اللي بعده وده طبعا من الدروس المهمة جدا جدا اللي احنا يعني مكملين بيها ل prep three وبعد كده في الفيزيكس ان شاء الله فنبقى فاهمين كويس علشان ما نطلغبطش في lesson ده احنا بنتكلم على ظاهراتين مهمين جدا وهو reflection والreflection الانعكاس والانكسار فلما نيجي نتكلم على light reflection يبقى احنا بنتكلم على bouncing of light ray او بنتكلم على returning back of light ray ارتداد الشعاع الضوئي when طبعا of light wave in same medium on meeting a reflecting surface يعني ان يحصل reflection تمام كده لأي شعاع لما ينزل على reflect surface على سطح ايه عكس تمام كده يبقى light reflection هو returning back او rebounding of light wave in same medium طبعا في نفس الوسط on meeting reflecting surface لما يقابل reflecting surface على هذا الاساس قسمنا reflection بتاعي لنوعين عندي regular اللي هو uniform reflection irregular اللي هو non uniform reflection ايه هو reflection regular اللي هو reflection of light ray when meet smooth and ايه بقى reflecting surface where incidents light or incident light ray are reflect in one direction يبقى لما يكون السطح بتاعي ريجول امتى يحصل regular لما يكون السطح بتاعي smooth ناعم shiny لامع فبيحصل ايه ان reflection بيحصل in one direction نبص اللي هي الاشعة كده ومشي ورا بعضها بانتظام ده بيحصل امتى على الاسطح النعمة زي plane mirror ten sheet of aluminium steel كل دي اسطح لمعة فبيحصل عليها regular امتى ال irregular او non uniform هو بيحصل when meeting raw surface reflecting يعني سطح مجعد او سطح خشن طيب وفي الوقت ده بيحصل حاجة زي scattering light ray يعني light ray يروح in different direction او in many direction يبقى كده كل واحد كل شواء رايح في مكان يبقى irregular لما يكون smooth and shiny وده in one direction او reflection بيحصل in one direction اما irregular فده بيكون surface بتاعي raw وفي الوقت ده reflect in many direction طب example على irregular عندي leaf of tree وراء شجرة piece of paper leather wool اي حاجة خشنة بيبقى طبعا ده عبارة عن irregular نيجي بقى نتكلم على low of light reflection وده من الحاجات المهمة جدا قوانين الانعكاز بتاعتي طيب اما نيجي نتكلم على اللو فاحنا لازم نبقى عارفين اي ده reflecting surface اهو وده incidence light ray وده reflect light ray والnormal perpendicular ده خط وهمي مش بوجود في الحقيقة يعني انا عندي شعيع بينزل بيسقط شعيع بيحصل له reflection ده كده ده الطبيعي انما البربنديكولر اللو هو النورمل ده ده خط احنا بنحطه عشان نقسم two angles زيبو equal وبالتالي نقدر نحسيبهم طيب يعني ايه incidence قال لي هو narrow light beam شعيع بينزل which represent by straight line intersects with reflecting surface at point of incidence يعني هو بينزل ويعمل intersecting الreflecting surface في point الانسيدنس اللي هي نقطة نقطة السقوط كلهم متجمعين فينا في نقطة واحدة تمام مقابل كده فيه انجل عاملها مع النورمل اسمها باسم ال ray اسمها angle of incidence هي angle between incident ray and the line perpendicular on reflecting surface وده لين وهمي طيب يبقى الحتة دي هي هي angle of incidence between incident ray and normal اللي هو ال perpendicular or reflect surface طيب زي reflecting ray بقى قال لي برضو هو نعره light beam represent straight line reflect from يبقى ده reflecting surface at point تمام يقع على reflecting surface انما ده reflecting from يمشي يعني يطلع من ينعكس من نقطة ال a point of incidence اللي هي نقطة ال a السقوط او النقطة السقوط بتاعتهم كلهم اللي هي النقطة اللي هم متجمعين عندها بناء عليه في angle عاملها بتسمى على اسمه angle of reflection هي angle between reflect surface and point and perpendicular a surface angle angle of reflection هي اللي بين reflect ray و normal اللي هو lion perpendicular to reflect surface طب what mean تباي دي من الحاجات المهمة جدا انه يجي يقول angle of reflection equal 40 حقول this means ان angle between reflect light and lion perpendicular to reflect surface point of incidence equal 40 طب what mean تباي ان angle of incidence light ray 30 this mean ان angle between incidence and line perpendicular on reflect surface equal 30 طبعا حاجات سهلة طب نيجي بقى ل 2 low اول انا عندي حاجة اسمها first low second low اول حاجة first low يتحفز كfirst low second low يتحفز كsecond low ما ينفعش نعكس لتنم مع بقى first low هو ان angle incidence equal angle reflection يعني الانجل دي قد الانجل دي تمام تاني لو قال لي ان incidence ray الشعيع اللي ننازل مع reflect ray والشعيع اللي هو حصل له reflection وإيه بقى and normal اللي هو اللي بيبقى عامل perpendicular تمام كده قال to surface of reflection كل دول التلاتة دول at point of incidence كلهم موجودين على نقطة اسمها نقطة السقوط all locate in one plane perpendicular on reflect surface كلهم موجودين على نقطة البلين دي perpendicular to reflect surface يبقى incidence ray reflect ray normal تمام كده to surface of reflection add point of incidence all locate in one plane perpendicular to reflect surface كلهم موجودين على نقطة rebindicular to reflect surface نحفظهم كويس لأنهم مهمين جدا طيب العلاقة بين reflection و incidence بما أننا متساوين يبقى أنا هزيد ك incidence يبقى reflection هتزيد يبقى احنا صحاب يبقى احنا direct relation علاقة direct وبالتالي بتعمل لها represent by illustrate line ده بالنسبالي كان light of reflection نيجي بقى refraction refraction balance of light ray انعكاس ارتداد يعني انزل على light ray ينزل على opaque ويرتد تاني طيب لو أنا بقى هتكلم عن refraction لا ده refraction معناها ان light ray دخل في وسط transparent وبعدين حصل طبعا بما ان اختلفت density بتاعتهم حصل كسرة بسيطة في light dim لان سرعته قلت او اتغيرت ايا كان وبالتالي الحصل refraction فالrefraction light بيعدي مش بيرتد فنبتدي نشوف هو هنا بيقول ان transparent media like air حصل light travel من transparent media اللي هو light دخل في another transparent media اللي هو glass طبعا ما glass ده غير light مختلفين في density light air بتاعي density قليلة وي glass density عالية وبالتالي هيختلف سرعة light في الاتنين زي مثلا ما أنا بقى ماشية عادي ودخلة مثلا بإدراحين مصيف أو حاجة وانا ماشية على الرملم زي ما ادخل جوه الماء سرعتي بتختلف تمام كده فإذا أنا عندي حاجة اسمها light reflection change light bath تغير في مصار الضو وان travel from transparent medium to another transparent medium بقى بص بقى of different optical density يعني أنا transparent medium اتنقلت أنا light اتنقلت من transparent medium لأنصر transparent medium of different optical density مختلفين في density عمر سرعة ما هتبقى واحدة طبعا تمام قلت ability of transparent media to refract light ray قلت optical density of medium يعني ايه optical density of medium هو ability of transparent medium to refract light يعني قدرتي على اني اعمل reflection لل line قل each medium has own density the optical density of medium differ from one another يعني كل medium كل وسط دنستي بتاعته الجلاس مثل water مثل air which lead to change light velocity من اللي بيخلي سرعة light بتختلف زي من medium ل medium فقال optical density of medium increase بتزيد the speed light through a through it decrease كل ما الدنستي بتاعتي بتزيد كل ما يزبيت بتاعتي بتقل تمام كده فكل ما الدنستي بتزيد كل ما السرعة بتاعتي a بتقل فييجي يقول هنا velocity of light change from medium to another due to اي بقى او بيكوز optical density medium differ from a medium to another لأن الدنستي بتاعتي بتختلف من مكان من وسط ل اي لوسط طيب نيجي بقى نشوف الاي ال concepts بتاعة ال refraction اولا ها دي كده دي حتة زي قطعة glass اهي light دخل من هنا ادي lincidence اهو هنا angle of refraction اهي ودي طبعا الemergency او الemergence angle اللي هي زاوية الخروج يبقى هو دخل في الجلاس وبعدين حصل له refraction وخرق طبعا ادي النورمال اهو هو المرسوم ده فبيقول angle of incidence هي angle between light ray and the normal point of incidence of a on interface اللي هو النقطة اللي هم بيبقوا موجودين فيها مع بعض دي يبقى دي كده angle of incidence طب angle of refraction هي angle between reflect light ray and normal اهو هي دي الانجل اللي بين reflect وال a وال normal اما ال اهو angle of emergence اللي هي زاوية الخروج اللي هي angle between emergence الشواع اللي خرق light ray and the normal add point of emergence on the interface يبقى عندي angle of incidence هي angle between incidence light ray and normal طيب وangle of refraction هي angle between refract ray and normal اما لل emergence هي angle between the emergent light ray وال a وال normal طيب بعد كده يجي بقى يعرفني law of refraction ال path of light ray interface between two transparent media different optical density light ray بيتنقل بين اتنين مختلفين في الدنس two transparent فلو انا مثلا جيت اتنقلت light ray يتنقل من medium lower density to higher lower density ادي الارة هو دي glass يعني جي من air لglass بالتالي هو جاي بانجل كبيرة ك incidence يبقى angle refraction لانه يحصل انقصار في الحتة دي فالbeam بتاعي هيقرب من النورمال شوي وبالتالي الانجل بتاعت الrefraction هتبقى صغير ففي الوقت angle of بقى جاي دي الشوعة ده طالع هو من الجلاس خارج للair يبقى angle of incidence هتبقى صغيرة لانه سرعة الlight في الجلاس بطيقة وبعدين اول ما يخرج هيخرج بسرعة اعلى فحيبدأ الشوعة بتاعي الري يبعد شوية عن النورمال فالانجل بتاعت الrefraction هتبقى اكبر فانجل of incidence smaller than angle of refraction ده الشوعة ده يبص وطالع من تحت تمام كده طب افرد انا بقى perpendicular يعني نزل perpendicular على ال different transparent قال لي لو هو perpendicular يبقى في الوقت ده الincidence هتبقى equal refraction equal zero لانه هيبقى basis without a refraction يمكن تجي لي وط هبين هرد اقول basis without a refraction طب give reason because angle of incidence equal angle of refraction equal zero يبقى what happen will light ray fall perpendicular to different transparent medium حاول انه هو بس without refraction طب give reason because angle of incidence equal angle of refraction equal zero واخر حاجة هنقولها absolute of refractive index of medium اللي هي ratio between ده المعامل بتاع الانقصار بتاعي absolute refractive index اللي هو ratio between velocity light through air بما انها كونستنت طبعا قيمة سبتة three by ten power eight to velocity of light through another transparent media يبقى هي النسبة او ratio between سرعة light في air another transparent media زي مثلا glass اقارن بين سرعة الهواء light في الهواء والglass بين سرعة light في الهواء والwater تمام كده فاذا انا بقارن بين سرعة الهواء في اولا الair على اي transparent media تاني وبما ان سرعة الضوء في الهواء في الهواء اسرع حاجة يبقى لازم الrefractive ده يكون اكبر من الone لان دايما الرقم الكبير هو اللي يبقى فو لازم الرقم يطلع اكبر من الone وده هنشوف ها دلوقتي ف if refractive index medium high optical density high with speed light through a decrease تمام كده if its ability to refractive increase we refractive light يعني لو انا optical density بتاعي high يبقى optical density is refractive high يبقى optical density اللي هي كسفة الوسط عالية وبالتالي سرعته هتبقى قليلة وبالتالي ability قدرته على الانقصار بتبقى كبيرة ده السؤال اللي انا بقول لكم عليه اهو absolute refractive index any transparent medium always greater than only لان velocity light through air always greater هي دايما اكبر من اي وسط وبالتالي لما جاء عمل الدفايد لازم هحط الكبير فوق اللي هو سرعت اللايت وبالتالي لازم الرقم يطلع اكبر من ال 1 تمام كده اكبر 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 مهم جدا what means by absolute of refractive index of glass 1.5 this means in ratio بعرف عادي between velocity light through air to through glass 1.5 ودي مسألة ممكن تجي في الامتحان برضو ورق جدا طبعا ده ملغي اللي هو برض اللي تحت ده اللي هو الفينومنا هنا مديني بيقولي calculate velocity لو انا عايز ارسم triangle فهنا air velocity through air وهنا absolute وهنا another transparent media lispedia sorry هنا absolute وهنا velocity through air هيا دي v بتاعة air ودي v another transparent media طيب هو بيقولي احسبي absolute refractive of glass وبيقولي calculate velocity light air light through glass velocity of light through air 3 by 10 power 8 وال absolute refractive 1.5 هو عايز velocity roll glass تمام طب ما انا الrefractive يعني عايز ده الجزء ده يبقى اخد air على absolute وال air ثابتة 3 by 10 power 8 دي ثابتة over cam over absolute تطلع لي سرعته على في الجلاس ده كان lesson 2 lesson 3 lesson 2 تعتبر معظمه ملغي ركزنا على النقطة المهمة طبعا ده الجزء ده برضو ملغي فيعني مش ما فوش اي حاجة اصواصص ما كانش يعني بييجي حاجات سهلة خالص فده كده بالنسبة لنا unit 2 خلص بحمد الله ان شاء الله اشوف جميعا والسلام عليكم ورحمة الله